قصة بعنوان الاهتمام بالضعفاء الشيخ عبد الكريم الخائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم رضوان الله تعالى عليه تنقى العنس سجايا اخلاقية طيبة الانسان طبيعة لازم تكون طبيعة طيبة في ليلة من الليالي نايم والخادم ايضا نايم الخادم اسمه علي نايم واذا بواحد يطرق الباب الخادم يقوم من النوم برد قاتل وما اعلم انتوا ما شايفين البرد في تلك المناطق الثلوج تنزل والبرد حقيقة برد مؤدي اذا واحد ما عنده وسائل حقيقة يتأذى بذلك الباب يفتح الخادم الباب يشوف امرأة امرأة النص الليالجاية تطرق الباب ليش جاية من الذي دفعها الى ذلك تقول له يا فلان احنا في البيت زوجي مريض ويعاني من حالة سيئة دوى ما عندنا جذاء ما عندنا سحم ما عندنا حتى نشعل الكرسي اهنانا ماكو كرسي الكرسي آلة خشبية مثل المنظدة يوضع عليها لحاف سميك وتشعل في داخلها مواقد الموقف ويوضع فيه الفحم ويشعل حتى يدفي هذا متعارف في ايران ما عندنا فحم حتى نوقف الكرسي ذواء ماكو دواء ماكو فحم ماكو الخادم يقول ايسها المرأة في هذا الليل انا شو لا اقدر اسوي لك ما الذي استطيع انا فعل لك يروحه ويغلق الباب الشيخ يبدو نايم يقوم على اثر هذه الضوضاء والجلبة والكلام ينادي علي يقول له تعالي شنو القضية يقول امرأة هكذا يقول له يا فلان نحن غدا انا وانت ماذا نجيب الله سبحانه وتعالى اذا الله قللن امرأة تعيش في هذه الحالة ونحن لم نصنع لهم شيئا نحن رددنا هذه المرأة يائسة شنو نردها يائسة وكيف نجيب الله غدا الانسان ينبغي له ان لا يرد احدا يائسا مهما كان لعله يكون صادق واذا كان صادقا حقيقة فالانسان يجب ان يكون بانتظار النقمة الالهية الله سبحانه وتعالى اذا غضب على فرد او غضب على مجتمع الغضب الالهي يدمر كل شيء هذه الجزئيات تدمر البلاد والعباب آه المستضعف وآه المظلوم يدمر كل شيء يقول شيخنا شو نسوي في هذه الليلة يقول قل خلي الروح يقول شيخنا طين اكو ظلام اكو فلج اكو يقول خلي الروح يمشي الشيخ ويمشي معه الخادم يذهبان الى تلك الدار يدخل الدار يشوف الشيخ يعني رجل شاير جالس في زاوية يرجف يقول لهذا الرجل الان روح الى صدر الحكماء طبيب كان في قوم وقل الان شيخ عبد الكريم يقول تعال يروح يجيب صدر الحكماء يقول لعاين هذا المريض يا عاين المريض ويكتب له نصفه يقول لهذا الخادم الان روح الى المستوصف اللي كانت في ذلك الوقت بالشكل اللي كانت الان اخذ الدواء يروح يجيب الدواء الان روح الى البيت الفلان يجيب لنا فحم يأتي بالفحم يشعل الموقف يعطي لهذا المريض الدواء ويعطيه الغذاء ايضا ثم يخرج بعديا يلتفت الى هذا الخادم يقول له يومي اش قد تشتري لنا لحم كل يوم يقول فلان كمية اهواء كان مقتصد في حياته الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه جدا كان مقتصد في حياته السيد البروجردي رحمة الله عليه جدا كان مقتصد في حياته مع ان ملايين الاموال كانت تجري تحت يديه يقول لهذا اللحم المقدار نصف كل يوم نصف جيب الى بيتنا ونصف الى بيت هذا الرجل الانسان هو لازم يروح اذا سمعت ان هناك عائلة فقيرة انت روح صوف هذه العائلة حتى تلامس الوضع عن قريب اشتركوا في القناة